نعم أكو قرار اللي يقال أن الحلبوسي مرئيس مجلس النواب ولكن الحلبوسي موجود وعنده كتلة سياسية وفريق السياسي موجود وسيعملون لتنفيذ وسيعملون وسيعملون لتطبيق ورقة الاتفاق السياسي التي تشكلت على أساس السلطات في الدولة أن يمضي الاتفاق السياسي الذي تعاهدت به القوة السياسية لإعطاء كل ذي حقا حقه وأنصاف أصحاب المظلومية وتوفير متطلبات الحياة الكريمة للعائد ولمتضرر من العمليات العسكرية وللمواطن في كل مكان لازمنا ملتزمين وننتظر من أخواننا الآخرين الالتزام بتطبيق بنود الاتفاق السياسي لدى الحكومة نواية سليمة للمضي بالاتفاقات السياسية ونحتاج إلى ترجمتها بالواقع هذا المفصل الدستوري المهم لا يقل أهمية عن اختيار أعظام مجلس النواب أخوان أهل صلاح الدين في الانتخابات السابقة فزعناكم على اختيار ممثريكم واختيار أبناء هذه المحافظة والحمد لله أدليتوا بأصواتكم وجوكم ممثلين عن المحافظة عن حزب تقدم ولكن وبصراحة ما كانت المشاركة في الانتخابات على المستوى المطلوب من أهالي هذه المحافظة أنا ابنكم واخوكم أسمحوا لي أتحدثوا إياكم بصراحة أكو عزوف عن المشاركة لأسباب عدة أسباب متراكمة ولها علاقة بمستوى الأداء اللي يقدمون المسؤولين سواء أعضاء مجلس أو أعضاء مجلس النواب نحتاج إلى أشخاص قادرين على تحمل المسؤولية وخصوصا في مجلس المحافظة